نروح مع أستاذ وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسمية الأرصاد الجوية وصباح الورد على حضرتك يا أستاذ وحيد صباح الخير يا أستاذ وحيد صباح الخير يا أستاذ الميل وآلف مبروح الله يخليك مرسيل حضرتك جدا نبني خليك يا أستاذ وحيد عايزين نتطمن على الجو النهاردة فجأة فجأة مشى طول الطريق الدائرة الدنيا لطيفة أول ما دخلت أكتوبر في شبورة مش طبيعية فإيه بقى أخبار الشبورة دي إيه ما احنا حظمنا منها مبارح لو تفكر حضرتك لما قلنا أن بكرة يعني من فجر السبت حيبقى بي شبورة وقلنا حتستمر الغد الساعة 8.30 ولكن مع زيادة فترات سطواء الشمس حتبتدي تنقشع بعد الساعة التأسعة من صباح اليوم لكن طبعا بصفة عما تدو النهاردة رضيع دافئ خلال ساعات النهار وإن استمر بارد أثناء زيل وتحذرنا برضو فجر الأحد من الشبورة المايا الكثيفة على معظم الطرق بما فيهم القاهرة ودوكس القناة يمكن للوقت من أكثر المناطق المتعرضة عليه الشبورة الكثيفة هو طريق القاهرة سكندرية حضرتك خاصة عند منطقة بورج العرب رؤية أقل من ألف متر فطبعا بيرجى من كل السابق المتاجهين إلى هذه المناطق القيادة بجدوء الاجتزام بالجانب الأيمن من الطريق بقدر الإمكان يبقى في مسافة أمان بين السيارة والأخرى طبعا ما ننساش أثناء الليل الليل ملابسنا لدرجة الحرارة الصغرى ما زالت ملحفظة على كفة أنحافة المغرية يعني تتراوح ما بين 13 إلى 16 درجة بكتير تقريبا طبعا على مدار 48 ساعة القادمة هتوادي درجات الحرارة يرتبعها خلال ساعات النهار حركة الرياح تسمح بالقيام بكفة الأمشرة البحرية توقف مسطح البحر الأحمر البحر المتغسط تساعد على حركة السفر دافل جميع المحافظات بعد أنك شعشها تساعد وحيد صباح الورد على حضرتك مرة تانية صباح الخير صباح الخير صباح المرة وزي ما حالك سمع صوتي كده أنا طبعا لإني ما اتبعتش التعليمات يعني بالشكل المطلوب بعيت وصيفت بدري وما لبستش حتى جاكت بالليل ولا الكلام ده فيعني إحنا عايزين ندي برضو للناس شوي التعليمات يتبعوها ويمشوا عليها عشان ما يتعرضوش للنا فيه دا دلوقتي أو ما يتعرضوش حتى لأمراض بقى الفلوانزة الحساسية وتحديدا الأطفال لأن يمكن الأطفال بيبقى منعتهم قليلة جدا أو ضعيفة جدا طبعا ألف سلام على حضرتك ثانيا حضرتك احنا دايما بالغاية منتصف لبريد هنستمر في ارتداء الملابس الصقيلة ثلاث الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح طبعا احنا في فاصل الربيع احنا عرضا للتأثر بالموجات الخمسينية فيارية الناس تحتاط طبعا وتتابع المشارات الجوية لا تكتفي فقط في درجات الحرارة ولكن أهم حاجة معرفة في الزواهر الجوية طبعا الحمد لله الأجواء جميلة جدا يعني ما فيش مشاكل بس تنتقل من ملابسنا ليلة طيب خلينا برضو يعني نتطمن نتطمن كل مشاهدين على درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمراحة التواحل الشمالية حضرتك من 22-23 جرد القاهرة والواجد من بحر 30 جرد أما شمال الصعيد 31 تنوب الصعيد من 32-33 جرد طيب احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية وصباح الورد عليك يا فاندم